السلام عليكم ورحمة الله نتمنى أن تكونوا بي خير وعلى خير اليوم إن شاء الله سأفعل معكم جوجة لباز الباتيسخي اللي هما الجنواز سوف نصاوبها بطريقة التي ستكون نجحة مياه بالمياه إن شاء الله وسوف نصاوبها الكريم ديبلومات هي كريم باتيسيار نضيف عليها الكريم شانتيية ماسكاربوني لبغينة لتعطينا الكريم ديبلوماتية لتعطينا الكريم ديبلوماتية هذه هي كريم من الباز من القواعد الباتيسخي سوف ندوز المقادر سوف ترى معنا إن شاء الله هذا الوصفه سوف نصاوبها جنواز مع الكريم ديبلومات إن شاء الله سوف نبدأ بالمقادر الجنواز هنا عندي 80 جرام الفارين 40 جرام بودغ دامان هذه الغبرة وعندي 120 جرام سكر ساندة 4 البيضات سوف نفرق الصفر بوحده وعندي 30 جرام كاكاو أو شوكولات بودغ سوف ترى معنا الطريقة سوف ندوز لك 5 شنطية ماسكاربون هنا عندي 250 جرام 70 جرام سكر غلاس وعند تقريبا 35% غاز لكي ترى لا تنجح هنا عندي 5 باتيسياخ سوف ترى 5 باتيسياخ في القناة سوف ترى مانجة ترى 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 بسم الله سوف نشد صفر هنا 4 البيضات سوف ندرى 120 جرام من السكر كما تعرفون كل كاف سوف ندرى 30 جرام لذا 60 جرام 4 البيضات 120 جرام هذه هي الباز سوف نخلط بلانشيخ سوف نخلط هذا الميلانش كامل سوف يصبح بيض بهذا الشكل سوف ندرى البيض سوف نضرب لكي يصبح بلانشيخ وعندما يصبح دراس سوف نشد النص سوف نزيد على صفر البيض والسكر الغير ونبدأ نخلطه من تحت للفوق قليلا لكي لا تحرس البيض يصبح مهو سوف ندرى حتى نحصل على خليط متجانس وموجين ونزيد سوف نزيد هذا النص ما ترى ما ترى معنا أو ما ترى سوف نضرب قليلا من تحت للفوق لكي نحفظ على مهوية لكي نجح لكي نجح خفيفة ومعنا لكي نضرب بسبب نجح ونجح على بسبب خفيفة ونجح ونجح من الطرق التي تحفظ عليها هذه سوف نزيد من سوف نضرب لكي نضرب لكي نضرب ونجح ونزيد هذه الجبار لكي نضرب لكي نضرب لكي نضرب لكي نضرب ونجح فارين ونجح لكي نضرب ونجح هنا كاكاو لكي نضرب كما قلنا الجنواز يريد أن تكون فونسي ونجح نضرب لكي نضرب لكي نحفظ على هذا اللعب الذي يكون كما ترى بهذه الطريقة كما ترى ونجح فقد خفز من المصط لكي نضرب لكي نضرب كبير ونجح لكي نضرب لكي نضرب على كبير ونجح لكي نضرب كبير اللعب إذا كان لديكم هذا البوش من الأحسن لكي تأتي شيئا احترافية ونبدأ نطلقها قليلا بهذا الشكل حتى تنطلقها كاملة هذه الغولة التي تريد كما ترى نطلقها قليلا لكي تحيد هذه الغولة ودخلتها للفران ودرتها على 180 درجة من 7 إلى 10 دقائق الفران تنسخنه قبل عندما نخرجها من الفران هي سخونة ونضعها لكي لا تتحرق معنا سنجعلها تبرد ونضعها لكي تكون كرام ديبلومات هنا لديك كرام فخش يجب أن تكون بردة لكي تنجح معنا هذه الكرام شانتيية كما قلنا لدينا السيطرة تقريبا أو 400 سنتيليتر ونضعها لكي تكون 35% متى ونطلقها حتى توليت شد راسك ونضعها سكور غلاس لديها 70 جرام ونضع هذا المزيج ونضعها سوف تنشف قليلا مع السكور غلاس سوف تقصح ونضعها 250 جرام هذا الفرماج سوف نفعل أي فرماج أخر من المزيج سوف نخلطها جيدا لكي نحصل على كرام شانتي مزيج مزيج وعندما توجد معنا هذه الكرام سوف نفرقها على الجوش سوف نضع المزيج لكي نزيد هذا المزيج ونضع المزيج سوف نفعلها كرام ونضع تقريبا 300 جرام الكرام الكرام التي قمتها ونضعها 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 مع الكرام شانتي مسكاربون كي نضع كرام ونضع كرام 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 ونضع كرام 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 مسلين ونضعها زبدة كرام 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 قد نديره سيأتي ممتاز في هذا اللغة لهذا و قد نبدأ نرغب هذه الجنواز هذه معهد الكخام غيب شوية غيب العقل كما تشاهدون معنا و بالنسبة لفينيسيون القاتو سوف نشدد نصف الكخيم شونتي ماسكاربول الذي قردناه في الأول هو سوف ندكوري هذا اللغة لهذا بهذا الشكل هذا و تعطيته إضافة للقاتو كخيم شونتي لكي لا يوجد ناشف كما رأيت الجنواز مدرنال لا يوجد ناشف نضيف الكخيم شونتي ماسكاربول بهذا الشكل هذا و نبدأ نضيف هذا القلب لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه مهم هذه هي طريقة لكي نضيفه لكي نضيفه و تنظيفه و ممتاز في نصف الكخيم سوف ننطع لكي نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه و نضيفه لكي نضيفه لكي نضيفه و تأتي بنا و تأتي بنا و خفيف و يريد الأطفال لكي نضيفه هذا الشكل نهائي لكي نضيفه لكي نضيفه و تنجد عبارة و نضيفه رسولة و نضيفة و نضيفه و nous نضيفه لكي نضيفه لدينا كنا في كل مكان على سجد شوكولات و أي شكل يجبه و أتكلم لكي نضيفه و تكون و بيئة في القناة شافه yشام tv يا عملا و شكرا